دخل يونس جرعة الإنسولين قبل الإفطار هل تضر الصيام؟ حقا الإنسولين لا تؤثر ليست بمفطرة لأنها لا تجتمل على غذاء والله تعالى سواء كان ذلك قبل الإفطار الحاصل أنه أثناء الصيام أنها لا تؤثر إن لم يكن محتاجا إلى الفطر أو أن يأخذ شيئا من ما يحييه ويضبط له مستوى السكر في الدم قد نتعرض لأحوال مريض السكر وصيام مريض السكر في مناسبة أخرى لكن الآن السؤال فقط في أخذ حقنة الإنسولين لأنه قد يحتاج إلى أن يأخذ قبلها أو بعدها أو معها شيئا لكن الجواب إنما هو عن استعمال حقنة الإنسولين مجرد عن أي شيء آخر فهذه لا تفطر والله تعالى ترجمة نانسي قنقر